اذا اليوم احنا تنسيق الوطن القطاع التعليم ننظم هذا الشكل النضالي الرمزي امام مقر وزارة التربية الوطنية لتأكيد باننا مستمر في النضالات دينا وفي التضحيات دينا وباننا للرد كذلك على كل من كان يراهن على التوقفات للحد من نضالات النساء ورجى التعليم وكذلك لكل من كان يردد بان هالنساء ونجال التعليم هالفئة اللي بقى تحتاج بعد التوقفات هي كانت تحتاج فقط من اجل التوقفات اليوم سنقوله طبعا نحتاج ضد التوقفات وكذلك مستمرون في النضالات دينا من اجل تسوية كل ملفات العالقة اللي خرجنا من اجل نهار 5 اكتوبر اذا الشكل النضالي دينا رغم اننا في عز الصيف او في عز العطلة الصيفية للنساء ورجال التعليم ارتأينا الا ان ننظم هذه الوقفة او هذا الشكل النضالي لاحتجاجي الرمزي باش نوضحو باننا مستمرون في النضالات دينا في التضحيات دينا وكذلك كما ذكرت باش نبينو بان المطالب دينا اللي خرج من اجل نهار 5 اكتوبر ليتسوية كل ملفات العالقة كل ملفات العالقة والتحسين فعلي للظروف الاجتماعية والمادية لانساء ورجال التعليم والالتزام بالاتفاقات السابقة وغيرها كلها باش نأكدوا على اننا مستمرون باش نحقوا كل هذه المطالب وكذلك اليوم طبعا عدنا توقيفات هالتوقيفات الوزادات البطانية باش ترجحهم للأساتدة الموقوفون قررت او طبقت الاسف الشديد او انزلت عقوبات قاسية نحن نطالب بسحب كل هذه العقوبات وباسترجاع كل مبالغ التي اقتطعت من اجور هؤلاء الاساتدة وكذلك من اجل اصرف الاجور التي لا زالت موقوفها في اسرع وقت وكذلك من اجل استرجاع كل مبالغ المقتطعة على خلفية ممارسة حق الاضراب اذا المطالب دينا اذا النضالات دينا مستمرة في هذا الاتجاه ولن نتوقف الا طبعا بتسوية كل مطالب دينا العادي لليوم هالوقفة وهالشكل النضالي الرمزي يؤكد باننا في الدخول المدرسي سوف يكون دخول المدرسي ساخن بالنضالات دينا خاصة خاصة اذا وزارة التربطانية استمرت في هذه الممارسات وهذه الأسئلة البائدة لانه المفروض ان تتوجه وزارة التربطانيون رأسا لكل المشاكل اختلالات الحاصل داخل قطعة التربطانية وهي الحرص على التسوية الفورية لكل الملفات العالقة وتسوية الالتزام بكل اتفاقات سابقة وبضرورة إرجاع كل مبالغ المقتطعة سواء للأسئلة المقوفة للمقوفات وكذلك على خلفية ممارسة حق الإدرافة كما هو معروف أن لجاء التعليم بعد الحراكة المشهود المبارك التاريخي تلقوا جميعا من العقوبات كانت عبارة عن توقيفات منهم من تم إرجاعه بالتوبيخ ومنهم من تم إرجاعه بعد المجلس تأيديبي ومنهم من تم إقصاؤه من العمل بفترات متفاوتة من سبع أيام للخمسة عشر يوم هذه الأحكام التي لم تبنى وشهد الخاص والعام وجميع فقاء القانون الدستوري في البلد الذين اتصلنا بهم يشهدون بأن هذه الأحكام بنيت على باطل وأنها إلا انتقام وليس لها أي سند حقوقي وأي سند قانوني نطالب بسحب هذه العقوبات أولا ثانيا بإرجاع الأموال المصروقة المنهوبة من جيوب النساء والرجال التعليم التي كانت بسبب ما يسمى الدولة الغيابات الجماعية ونحن نسميها الإضرابات القانونية ثم ثالثا فتح الملفات العالقة والتي كانت سببا في خروج شغيلة التعليمية وعلى رأسها تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 وتفعيل اتفاقيات السابقة والتي عاهدنا هذه الحكومة التي تخلف عهدها وعودها مع الشغيلة أنها تتنصل كل ما رأت وأحست بأن النساء والرجال التعليم قدروا النية فإذن نحن اليوم نوجه رسالة قوية للوزارة أن الموسم الدراثي القادم سوف لن يكون بردا وسلاما وأنها تدفع بهذا الأسلوب التجاهل وانتع الانتقام إلى مزيد من الاحتقام وإلى مزيد من تعطيل الدراسة وحرمان التلاميذ من حقهم الذي لا يوجد ننادي به وندفع عنه أكثر منهم نحن وطنيون أكثر منهم لأننا لدينا جنسية الفرنسية والبريطانية والكندية لدينا جنسية مغربية والذي نحفظناهم أنه الذي يرددناه صباح ومساء فإذن رسالتنا اليوم أن معركتنا مستمرة وأن النضال مستمر وأن الوقفة على الاعتصال موئين داري جزئي وهو عبارة عن واحد البرمانونس على النضال حتى تبقى جدوة النضال المتقدة وهذا الناس اللي وقفت الويزارة والليك تعتقد أنها سافي قطاة الغارة من المنتقمة من النم وهم اللي وقف الآن بمعنى في رسالة واضحة أنهم ما خايفينش وأن هذه الأساليب البائدة لا ترهب ولا تخوف وأن المعركة مستمرة اليوم جينا أمام مقر الوزارة لتنديد وشجب هذه العقوبات الانتقامية وللتذكير بالمطالب الفئوية لجميع فئات الأساتذ والأستاذات في القطاع التعليمي في المغرب كذلك جئنا لتعبيري عن رفضنا لهذه العقوبات التي هي في الحقيقة عقوبات مركبة لا يقتصر الأمر على عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة 15 يوم فقط مع الحرمان من كل أجرى ولكن يتعدى الأمر ذلك إلى تداعيات أخرى فمثلا سبعة أشهر من التوقيف الاحترازي سيتم السطو عليها ومحوها وشطرها من الملف الإداري للموقوف بحيث لا تحتسب في الأقدمية وكما أن الأجرى للأشهر السبعة السابقة سيتم تجميدها أو السطو عليها كما أسلفت بالإضافة إلى أيضا الإقصاء والإبعاد من الاستفادة من الصندوق الوطني للمنظمات الاجتماعي كنوبس الذي ما زلنا محرومين من خدماته إلى حد الآن نطالب بأعادة هذه الاقصطاعات وبالتسوية الفورية الإدارية لجميع الموقوفين والموقوفات على الصعيد الوطني للتذكير فقط هناك فئة من الأساتذة الذين رجعوا بعقوبات التوبيخ أو الإنذار ولم يتم إلى حد الآن تسوية وضعياتهم المالية والمادية رغم عودتهم لمدة شهرين أو ما يزيد عن شهرين من اليوم وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر